بسم الله الرحمن الرحيم ندرسة نور المعارف الإسلامية الخاصة المادة تربية الدينية الإسلامية الصف الثالث الابتدائي معكم مدرس المادة حسن سعيد محمد حسن لقاءنا اليوم بعنوان زيارة صديق ويحتوي على آداب الطريق وآداب الاستئذان نتحدث أولا عن آداب الطريق ذهب هشام ومصطفى لزيارة صديقهما محمود وفي الطريق وفي الطريق رأى مصطفى بعض الأحجار الكبيرة كما نرى في هذه الصورة رأى بعض الأحجار الكبيرة في وسط الشارع فرفعها من مكانها إلى جانب الطريق رفعها من مكانها إلى جانب الطريق وهذا يعلمني شيئا أنني إذا رأيت مثل هذه الحجارة أو مسمارا أو زجاجة مكسورة أو أي شيء يؤذي الناس أحمله من الطريق وأضعه في الكمامة أو بجانب الطريق حتى لا يؤذي المار حتى لا يؤذي الناس حتى لا يؤذي من يسير على الطريق فهذا العمل فيه أجر وثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى رفعها مصطفى من مكانها إلى جانب الطريق ثم رأى رجلا أعمى يريد أن يعبر الشارع فذهب إليه وأنسك بيده وعبر به الشارع أشكره الرجل وهذا يعلمني أيضا أن أساعد الآخرين إذا رأيت إنسانا أعمى أو كفيف يريد أن يعبر الشارع أو رجلا مسنا أو امرأة مسنة أو طفلا صغيرا يريد أن يعبر الشارع ولا يستطيع لا بد أن أساعده أن أمسك بيده وأن أساعده في عبور الطريق أشكره الرجل وهذا يعلمني أيضا أن من يساعدني في شيء لا بد أن أشكره على هذه المساعدة ثم سألته فتاة عن المكتبة العامة فأرشدها إليها وهذا يعلمني أيضا إذا سألني أحد أي إنسان ضل على الطريق أو لا يعرف المكان الذي يريد أن يذهب إليه وسألني لا بد أن أرشده إذا كنت أعرف المكان الذي يريده وإذا كنت لا أعرف فأقول له أعرف لا أعرف وليس هذا عيبا ويجب عليه أن لا أضله بعض الناس يحرج عندما يسأل وهو لا يعرف فيقول أي شيء يرشده إلى أي مكان آخر وهذا خطأ إذا كنت تعرف المكان فأرشد الإنسان الذي يريده المكان وإذا كنت لا تعرف فكل لا أعرف وهذا أفضل من أن تضل الناس فقال هشام متسائلا ما هذا يا مصطفى يبدو أننا سنتأخر عن موعدنا الذي حددناه مع محمود ما الذي حدث تعالوا لنعرف مصطفى لماذا يا هشام ستصل في الموعد بإذن الله تعالى هشام كيف نصل وقد أصبحت رجلا من رجال النظاف وشرطيا للمرور وهدية للتائهين وهذا ليس من مسؤولياتك فقال مصطفى بل هي مسؤولية كل منا هذه الأمور التي تعرض لها مصطفى وهشام في الطريق هذه مسؤولية كل واحد مننا يا أولادي إذا رأيت شيئا في الطريق كما قلنا يؤذي الناس لا بد أن تحمله وتضعه جانب الطريق أو في صندوق القمامة إذا رأيت إنسانا يريد أن يعمر الطريق ولا يعرف لا بد واجب عليك بل هي مسؤوليتك أن تساعده في عبور الطريق إذا رأيت إنسانا تائها وأنت تعرف المكان الذي يريد لا بد أن تدله وتمشده إلى المكان الصحيح هذه الأمور مسؤولية كل إنسان مننا فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئله عن حق الطريق فقال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل وراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن حق الطريق غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غض البصر غض البصر أي يجب عليك أن تغض بصرك لا تؤذي الناس بنظرك لا تنظر إلى ما يحمله هذا أو ما يحمله ذاك غض بصرك عن الناس وعما يحمله الناس وكف الأذى يجب أن لا تؤذي الناس وأنت جالس في الطريق إذا كنت تسير في الطريق لا تؤذي أحدا لا ببصرك ولا بأفعالك ولا بكلامك ورد السلام إذا قال لك أحد السلام عليكم عليكم ورحمة الله لا بد أن ترد عليه السلام وتكون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والأمر بالمعروف لا بد أن تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر المعروف هو كل خير الأمر بالمعروف أي الأمر بالخير وكل عمل يرد الله سبحانه وتعالى هذا هو المعروف والنهي عن المنكر أي النهي عن كل شيء قبيح أو كل شيء خبيث أو كل شر لا بد أن تنهى الناس عن كل ما هو شر يؤذي الناس في الطريق معاني المفردات غض البصر أي خفض البصر البصر غض يعني خفض غض يعني خفض كف يعني منع أي منع الأذى عن الناس كف يعني منع كف يعني منع المنكر القبيح من الأقوال والأفعال القبيح من الأقوال والأفعال القبيح من الأفعال والأقوال فرد هشام مكتسما أنا آسف يا مصطفى لقد كنت نسيته فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بكف الأذى أي منع الأذى وأنت رفعت الحجارة عن الطريق لكي تمنع الأذى عن الناس والأمر بالمعروف وأنت ساعدت الرجل الأعمى فهذا خير وهذا معروف قدمته لهذا الرجل وأرشدت الفتاة إلى الطريق الصحيح والمكان الصحيح وسوف ألتزم آداب الطريق بإذن الله ثانيا آداب الاستئذان وصل هشام مصطفى إلى بيت صديقهما محمود في الموعد المحدد فوجد باب المنزل مفتوحا مصطفى ومحمود مصطفى وهشام عندما وصلا إلى بيت محمود وجد باب المنزل مفتوحا قال مصطفى هيا ندخل وتقدم مصطفى للدخول قال هشام وهو يمسك بمصطفى انتظر يا مصطفى لابد أن نستأذن أولا قبل الدخول على الناس حتى لو كانت أسرتك وهذا يعلمني يا أولاد أن أستأذن قبل الدخول إلى بيوت الآخرين حتى إذا كان أبي في غرفتي ويغلق بابا لابد أن أستأذن بالطرق على الباب أولا قبل أن أدخل إلى أبي أو إلى أمي أو إلى أخي أو إلى أختي ما دام الباب مغلقا لابد أن أستأذن قبل أن أدخل حتى وإن كانت أسرتك حتى وإن كان الباب مفتوحا لابد أن أستأذن نعم إذا ذهبت إلى بيت عمك أو خالك أو جارك أو صديقك أو أي إنسان ووجدت الباب مفتوحا لابد أن تستأذن لأن الاستئذان يكون قبل الدخول لكي يأذن لك صاحب المكان أو صاحب البيت بالدخول مصطفى قال ولماذا نستأذن والباب مفتوح أنا أعلم أنك تستأذن ليفتح لك صاحب المنزل الباب قال هشاب لا يا مصطفى الاستئذان مطلوب حتى يسمح لك صاحب المنزل بالدخول أنت تستأذن ليأذن لك صاحب المنزل بالدخول فإن لم يأذن لك فارجع فالله تعالى يقول نقرأ الآيات بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قين لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم نستمع إلى شرح مبسط من هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا ينادي الله سبحانه وتعالى على المؤمنين لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها أن يجب أن لا ندخل بيوت الآخرين إلا قبل أن نستأذن لابد أن نستأذن أولا ونسلم على أهلها بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذلكم خير لكم أفضل لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا إذا ذهبت إلى جارك أو صديقك وتركت الباب لتستأذن ولم تجد أحد الله يقول لك فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم لا بد أن لا تدخل ما دام صاحب المنزل لم يأذن لك بالدخول وإن قيل لكم ارجعوا ارجعوا إذا قال لك صاحب البيت ارجعوا لا بد أن ترجع ولا تحزن ولا يضيق صدرك بذلك قد يكون صاحب البيت أو صديقك هذا أو جارك هذا غير مستعد للقائك أو عنده ظرف من الظروف أو عنده ضيوف لا بد أنه إذا قيل لك ارجع اعلم أنه لم يكن مستعدا للقائك وذلك هو أزكى لكم يعني أفضل لكم والله بما تعملون علي ليس عليكم جناح أي اسم ولا زنب أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون أي تظهرون وما تكتمون معين المفردات تستأنسوا تستأزنوا تستأنسوا تستأزنوا أزكى يعني أفضل وأطهر أزكى يعني أفضل وأطهر أفضل وأطهر جناح إسم جناح يعني إسم جناح يعني إسم متاع منفعة متاع يعني منفعة تبدون تظهرون تبدون تظهرون تكتمون تخفون تكتمون تخفون فنحن نستأزن ثم نسلم على أهل البيت ثم ندخل بعد الإذن أو نرجع قال مصطفى وهل يصح أن لا يأذن لي من أزوره قال هشام نعم إذا كانت زيارتك بغير موعد إذا كانت زيارتك بغير موعد ويجب عليك أن لا تغضب أو تحزن أو تتأثر لأنه لا يقصد إهينتك وإنما المقصود كما كنا أنه غير مستعد للقائك في هذا الوقت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فرجع فإن أذن لك وإلا فرجع فالرسول يعلمنا أن نستأذن ثلاث مرات إن أذن لك أحد بالدخول تفضل وإن لم يأذن لك فلابد أن ترجع قال مصطفى شكرا لك يا هشام ثم ضغط مصطفى على جرس الباب فخرج لهما محمود ورحب بهما بهذا يكون قد انتهى درسنا أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته